الفنانة شيرين عبدالوهاب تلعت من حفرة وقعت في ضحديرة جميلة ومشهورة لكن ملهاش حظ في الرجالة فضايح حبيب شيرين عبدالوهاب الجديد الدكتور تامر سليم تلع بتاع ستات وكمان بتاع مخدرات وقبل الخبر من فضلكم اللي لسه مشتركش في قناتي اخبار ان يجوم مع ايما يشترك ويحط اللايك والكومنت اختكم محتاجة دعمكم الفنانة المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب بعد انفصله عن الفنان حسام حبيب فيه ازمة جديدة ومعلومات صادمة عن العريس المزعوم بعد انتشار اخبار تفيد ارتباطها بالدكتور تامر سليم بعد ايام من انفصلها من الفنان حسام حبيب كشفت احدى المصادر المقربة من الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حقيقة ارتباطها بالخطيب السابق للفنانة ماريهان حسين التي ظهر في فيديو معها في حفلها الاخير في دبي واللي ادخلته معها في عالم المطربين والنجوم والمشاهير وشفناها بعد الحفل او في كواليس الحفل كان بيسلم على الفنانة اللبنانية نجوة كرم وكانت بتبارك لهو وظهر الدكتور تامر سليم بجوار الفنانة شيرين عبدالوهاب طول الحفل وطول كواليس الحفل الدكتور تامر سليم وجدت فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب الاحتواء والتفاهم لذلك ادخلته في حياتها الشخصية والمهنية الفنانة نجوة كرم قامت بتهنيئة الفنانة شيرين عبدالوهاب على الحفل وعلى كل شيء وبعدها خرجت الفنانة ماريهان حسين بمنشور غامض تكشف عن علاقة خطبها السابق الدكتور تامر سليم بالفنانة شيرين عبدالوهاب واللي كتبت آية كرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلموا صدق الله العظيم وربط الجمهور بين منشور الفنانة ماريهان حسين والاخبار المتدولة خلال الساعات الماضية بارتباط الفنانة شيرين عبدالوهاب بالدكتور تامر سليم طبيب امراض النساء ومن بعدها قامت الفنانة ماريهان حسين بحسف جامعة السور اللي كانت بتجمحها بالفنانة شيرين عبدالوهاب وقامت الاعلامية نضال الاحمدية وقدمت رسالة تحذير الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد انتشار اخبار بارتباطها بالدكتور تامر سليم قامت الإعلامية ندار الأحمدية بنشر رسالة على حسابها الخاص على الفيسبوك للفنينة شيرين عبدالوهايب قائلة شيرين أكتر شخصية عزبت واحتركت روحها وبكت وارتجفت كالعصفور وخافت واختبأت وتوسلت الرحمة من أقرب المقربين لها عام عشرين تلاتة وعشرين وكانت شيرين عسى في العام عشرين اربعة وعشرين لو اكترفت بعض الأخطاء الصغيرة لكن لا تعودي للصفاح ولا تستعجلي بالزواج الجديد ولم توضح الإعلامية الكبيرة ندار الأحمدية من هو المقصود بالمصفاح وبعد قصة الحبيب المزعوم للفنينة شيرين عبدالوهايب والتي لم تخرج شيرين لتؤكد الخبر أو تنفيه ولكن بعد الشائعة شائعة ترتبطها بالدكتور تامر سليم خرجت الفنينة شيرين عبدالوهايب وقالت أنا لسه في شهور العدة وبعد خروج شيرين عبدالوهايب من أزمتها الأولى وانفصالها عن الفنان حسام حبيب ولو كان الأمر صحيح فإنها بتدخل أزمة أشد منها بعد الكشف عن بعض المعلومات وكشفت اليوم صفحة شربليتة المختصة بأخبار المشاهير والفنانين على حسابها على الإنستجرام معلومات خطيرة ومفاجئة عن الحبيب الجديد للفنانة المطربة المصرية شيرين عبدالوهايب وهو الدكتور تامر سليم الذي تصدر اسمه مواقع التواصل الاكتباعي في الأيام الأخيرة وأشارت صفحة شربليتة أن الحبيب الجديد أو الزوج القادم للفنانة شيرين عبدالوهايب هو كان متزوج وله ولدين وزوجة مصرية وبعدها خان زوجتها المصرية مع حبيبته وهي خبير التجميل شهيرة في مصر ومن بعدها تزوج من سيدة مصرية ولدها سياسي وتم الطلاق بعد أشهر ولا يزال سبب الطلاق مجهول ولكن يقول أن تعنيفه لها هو السبب بحسب صفحة شربليتة وبعد ذلك دخل الدكتور تامر سليم بعلاقة مع سيدة لبنانية شهيرة شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها هربت منه إلى لبنان ثم دبي وبعدما طلبت منه مرارا التوقف عن شرب الكحول وأيضا بعد أنواع المخدرات لكنه رفض ذلك وقابل ذلك بالرفض والتعنيف أيضا بحسب صفحة شربليتة وأنه تعرف بعدها على الفنانة المصرية ماريهان حسين وخطبها لمدة 8 شهور وتفاجأوا بعد فترة من الخطوبة وقبل موعد الزفاف والزواج أنهم سابوا بعد تفاجأت الفنانة ماريهان حسين أثناء الخطوبة أنه كان متزوج من سيدة سعودية تعيش في دبي علاوة على أنه لا يمارس مهنة الطب في أغلب الأحيان وأكدت صفحة شربليتة أن الدكتور تامر سليم من موليد 1982 والفنانة شيرين عبدالوهاب تكبره بسنتين اشتركوا في القناة